السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتمنى تكونوا يا خامس بخير استكمالا للإجال اللي بلشنا فيه بوحدة البيئة قبل ما نبلش الدرس الجديد اللي هو الاتزان البيئي بهمني من الدرس السابق تعريف النظام البيئي يلي هو عبارة عن مجموعة من المكونات الحية والغير حية الموجودة معا في مكان ما وبيربط بينهم علاقات الفرق بين المكونات الحية والمكونات الغير حية ان المكونات الحية هي عبارة عن مكونات بتستطيع تتغذى بتستطيع تتنفس بتنتقل من مكان لآخر بتتكاثر زي الإنسان زي النباتات زي الحيوانات هاي كلها منسميها احنا مكونات حية اما المكونات الغير حية يعني خامس الهي الجمادات ما بتستطيع تتنفس ما بتستطيع تتغذى ما بتستطيع تتحرك ما بتستطيع تتكاثر هاي هي المكونات الغير حية كان في عندكم واجب صفحة 81 اللي هو أطور معرفتي وأقوم تعلمي يلي بهمني من الواجب الآتي أول إشي تعريف ظاهرة التصحر يلي عبارة عن تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي جرداء وهي ظاهرة هي بتأثر سلبي على المكونات الحية بحيث أنه تحدث خلل في النظام البيئي مما يسبب موت للكائنات الحية الموجودة في الأراضي الزراعية كان في عندنا برضو سؤال إنه لو إحنا بنينا سد قرب إحدى المزارع يلي موجودة في وادي شو الأثر السلبي لهذا السد وشو الأثر الإيجابي لإله أول شغل اللي بدنا نعرفه إنه السد هو عبارة عن المكان السد هو عبارة عن المكان يلي بتتخزن في مياه الأمطار وأنا بستفيد من هاي مياه الأمطار في راي هاي المزرعات فيعتبر هذا من الأشياء الإيجابية للسد أما الأثر السلبي لهذا السد إنه لما أنا ببني على أرض زراعية بيحدث موت لهاي الكائنات الحية تمام؟ وممكن يصير في عندي أنا جفاف للأراضي إذا ما وصلت هاي المياه للمزرعات الموجودة عندي بالنسبة لأقوم تعلمي فأنا لو بدي أصمم نظام بيئي مثل صندوق الحشرات لشو بنحتاج؟ أول إشي بيحتاج أنا للصندوق الخشبي بحتاج لحشرات ممكن أستخدم أنا أحط طيور بنحتاج أعشاب بنحتاج نباتات تراب ماء وهواء هذا كل ما يخص النظام البيئي الموضوع الجديد يلي بدنا نبلش فيه اللي هو الاتزان البيئي بهم نية خامس نعرف هاي المعلومة إنه أنا العلاقات بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية بشكل عام هي علاقات بتكون موجودة بشكل متزم بتكون هي موجودة في وضع اتزان كلمة الاتزان البيئي يعني أنا العلاقة بين الكائنات الحية والكائنات الغير حية في النظام البيئي لازم تكون ثابتة عندي لازم تكون ثابتة عندي لو جينا نطلع مثلاً على حديقة المنزل على الغابة على أي مزرعة منلاحظ إنه أنا موجودة فيه عندي شمس فيه عندي أنا ماء فيه عندي حشرات فيه عندي أشجار ونباتات فيه عندي حيوانات لاحظ إنه هاي الشمس اللي تعتبر هي مكون غير حي بتساعد النباتات والأشجار على صنع غذائها وبدنا نعرف أن الكائنات الحياة اللي بتستطيع صنع غذائها بنفسها أنا بسميها منتجات تمام يا خامس هاي الشجرة أو هاي النباتات لما بتصنع غذائها بتيجي الطيور بتيجي الحشرات بتيجي الحيوانات الأخرى وممكن يجي الإنسان وبيستفيد من الثمرة أو بيستفيد من الغذائية اللي صنعته هاي الأشجار والنباتات تمام معناته أنا في عندي علاقة بين المكونات الحية والمكونات الغير حية تمام لو كان في عندي أنا أرانب لو كان في عندي خراف لو كان في عندي ماشية برضو بتستفيد من المكونات الحية يلي هي النباتات وتتغذى عليها إذن هاي العلاقة بين المكونات الحية والمكونات الغير حية والعلاقة الثبتة بينها هاي يلي إحنا منسميها اتزان بيئي لو أنا في عندي مزرعة أو نفس المثال الموجود عندكم بالكتاب صفحة 81 إنه في عندك أنت مزرعة من التفاح وكان في عندنا نوع من أنواع الطيور بيهدد هاي المزرعة يعني كان بيتناول على هاي التفاح فاقترح المزارع إنه أنا هاي الطيور بدي أتخلص منها عشان يضل في عندي نسبة كبيرة من التفاح بس هو يتفاجأ إنه في عنده مجموعة من الددان بتهاجم المحصول تمام؟ فكانت خسارته كبيرة بسبب الحشرات هلأ لما ماتت الطيور أو لما هو تخلص من الطيور موتها ساعد على إنه نحصل على مستهلك ثاني اللي هي الددان وصارت منتشر بشكل كبير هذا أثر في زيادة أعداد الددان تمام؟ مما أثر سلباً على المحصول يعني أنا بدل ما يزيد عندي أشجار التفاح بالعكس صار في عندي أنا نقصان بأشجار التفاح تمام؟ هذا الإشي إنه كيف الكائنات الحية بتعتمد على غيرها من الكائنات الحية بنسميه السلسلة الغذائية نطلق عليه اسم السلسلة الغذائية ترجمة نانسي قنقر